قطاع الاتصالات الآن حيث سجل رقم أعمال شركة متعامل الهاتف النقال جيزي تراجعا بنسبة 5% في سنة 2014 حسب التقرير المالي السنوي لشركة فيمبل كوم الشركة الأوملي أومنيوم تيلي كوم الجزائر والذي نشرته اليوم على موقعه الرسمي وارتبطت هذه النتائج السلبية حسب فيمبل كوم بتأخر إطلاق شبكة الجيل الثالث للهاتف النقال وكذا المنافسة الشالسة للمتعاملين الآخرين هذا وقررت شركة فيمبل كوم بعاد المدير العام لشركة أومنيوم تيلي كوم الجزائر في ليبتون الأسبوع الماضي